موسيقى اهلا بكم الى نشرة الثالثة من تلفزيون فلسطين وهذه ابرز عنوينها مسيرات الغضب تعم محافظات الوطن تنديدا باعلان ترامب المشؤوم موسيقى الكونغرس يشترط وقف مخصصات الاسراء والشهداء لتقديم المساعدات والحكومة تؤكد رفضها الاشتراطات واشنطن موسيقى سبعة الاف متسابق من اثنتين وسبعين دولة يشاركون في ماراثون فلسطين تسلم سيد الرئيس محمود عباس من وكيل وزارة الاوقاف والشيون الدينية عميدي مؤسسة احياء التراث والبحث الاسلامية المستشار خليل قراجة قرار الامانة العامة لجامعة الدول العربية الذي اتمد مدينة القدس عاصمة دائمة للتراث العربي واعتبار 2019 عام التراث المقدسي واجه ذلك خلال استقبال سيدته في مقر الرئاسة بيرام الله المستشار الرفاعي بحضور قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش وعدد من المسؤولين أصيب العشرة بالرصاص الحي والاختناق خلال اعتداء الاحتلال على مسيرات الغضب السلمية التي انطلقت في محافظات الوطن نصرة القدس وتنديدا بإعلان ترامب المشؤوم وتوجه المشاركون في المسيرات التي داعت اليها القوى الوطنية نحو مناطق التماس مع قوات الاحتلال حيث اندلعت مواجهة عنيفة أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني أقلنا بلا الصوت والغاز المسير للدموع لقمع المشاركين أحول آخر التطورات الميدانية من قطاع غزة مراسلنا محمد أبو حطب أهلا بك إذن محمد كيف هي الأوضاع الميدانية في هذه اللحظات حيث تتواجد أنت على الشريط الحديدين تحية لك ولجميع سادة المشاهدين يعني بعد صلاة الجمعة خرجت مسيرات في العديد من محافظات قطاع غزة تندد بالقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال هنا على الحدود الشرقية يتجمع في هذه الأثناء الشبان يعني على الحدود الشرقية تجمع العديد من الشبان ويتمركز جنود الاحتلال المدججين الذين يحاولوا من خلال إطراق الرصاص باستمرار باتجاه الشبان الذين يقتربون من السياج الحدودي جنود الاحتلال في الفترة الأخيرة وسعوا الشريط الحدودي داخل أراضي قطاع غزة بحيث يمنع الشبان من التواجد والاقتراب من السياج الحدودي يطلقون الرصاص بشكل متقطع باتجاه كل شاب يحاول الاقتراب من السياج الحدودي أيضا في هذه الأثناء في محافظة خان يونس تدور هناك مواجهات بين الجنود المدججين على الحدود الشرقية لخان يونس وبين الشبان الذين جاءوا بعد صلاة الجمعة ليعبروا عن رفضهم واحتجاجهم على القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال هذا القرار الذي يؤجج الصراع في هذه المنطقة ويستهدف الحق الفلسطيني في الاستقلال والحرية على كامل الأرض الفلسطينية أيضا هنا آليات تقوم بالحفر على كامل الشريط الحدودي بحجة البحث عن فاق وهذا إلى جانب حركة كبيرة لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة أيضا الجنود هناك خمس نقاط احتكاك على كامل الشريط الحدودي لقطاع غزة هناك جنود مدججين بأسلاح وبشكل مكثف ويطلقون الرصاص باستمرار باتجاه كل من يحاول الاقتراب إلى السياج الحدودي لقطاع غزة حتى لحظة لا يوجد أي إصابات على كامل الحدود نعم كنت أريد أن أسألك عن الإصابات تفضل إصابات حتى اللحظة لم يصب ولله الحمد أي من الشباب في قطاع غزة على كامل الشريط الحدودي لقطاع غزة لا يوجد إصابات حتى هذه اللحظة ولكن هناك إطلاق نار كثيف من الجنود باتجاه الشبان الذين يحاولون الاقتراب من السياج الحدودي شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد أبو حطب أعرب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود عن رفض الحكومة وإدانتها لاشتراط الكونغرس الأمريكي وقف مخصصات الشهداء والأسرة مقابل استمرار دفع المساعدات الأمريكية لمؤسسات الدولة الفلسطينية وأكد المحمود أنه كان على الكونغرس الأمريكي المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة شعبنا والاشتراط على سلطات الاحتلال بوقف المساعدات عنها إذا استمرت في احتلالها واستيطانها واشدد المحمود على أن الشهداء والأسرة هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح وأن كل تلك الصفات هي صفات إنسانية نبيلة وهي حق مكفول لكافة أبناء البشرية ولا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق اليوم على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الوطنية في حال استمرت بدفع مخصصات الأسرة والشهداء نهر جمهور والتفاصيل ما زالت إدارة ترامب وأجنحة حكمه تشرع بحربها على القيادة وشعبنا وتسجل انحيازها الكامل للاحتلال ومخططاته الخبيثة آخر فنون الجنون الواردة من واشنطن مصادقة الكونغرس الأمريكي على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الوطنية في حال استمرت بدفع مخصصات الأسرة والشهداء القانون تم تحويله للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأمريكي دولاند ترامب ويشمل في أحد بنوده قرارا يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن دون الإدلاء بحجم تلك المساعدات مصادر صحفية أمريكية ذكرت أنه بعد أشهر من المفاوضات والمناقشات حول قضية استمرار تقديم المساعدات لفلسطين بات الكونغرس على وشك تخويل إدارة الرئيس ترامب باتخاذ القرار بقطع المساعدات عن الفلسطينيين وبانتظار توقيع ترامب على مشروع القانون ليصبح نافذا ستشرع الخارجية الأمريكية خلال 15 يوما بإعداد تقرير للكونغرس حول البرامج التي ستخضع للتخفيضات وستستخدم أمريكا أموال المساعدات الفلسطينية لسداد ما وصفته بديون السلطة لإسرائيل قالت حكومة الوفاق الوطني أن مجريات الساعة الأخيرة التي أعلنت فيها حماس عن تحركات تتصل بمحاولة الاغتيال للجبانة التي تعرض لها رئيس الوزراء الرامي الحمدلله ورئيس جهاز المخابرات العامة لواء ماجد فرج تثبت أنها ما زالت تنتهج نفس النهج بتنفيذ سيناريوهات مشبوهة ترجمة نانسي قنقر وكانت حماس أعلنت أمس مقتل أنس أبو غوصة الذي قالت أنه منفذ محاولة الاغتيال للجبانة وذلك خلال اشتباك مع أجهزتها في حي النسيرات وسط قطاع غزة ويأتي ذلك في محاولة منها لحرف الأنظار عن تورط قيادات نافذة في الحركة في محاولة الاغتيال حتى لو كلفها ذلك قتل أشخاص بدم بارد لإغلاق منف التحقيق الفوري تقرير فالح نصير فالح رغم أن القتل جريمة لكن الشاهد خطر وهي الخطة التي انتهجتها حماس مؤخرا بقتلها الشاب أنس أبو غوصة الذي اتهمته في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدلله ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج وقد جاءت حماس بما لم يأته الأوائل صباحا تبدأ حماس وأجهزتها ببث معلومات عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء مفادها الوصول إلى زارع العبوات الناسفة بعد أن أعلنت عن صورته أمس لتظهر أن أجهزتها الأمنية على أهبة عالية من الاستعداد وأن التحقيقات والوصول إلى خيوط المؤامرة بدأ أمرا سهلا بالنسبة لها تقتل الشاب أنس أبو غوصة وأحد رفاقه وتصيب آخر وتغلق الملف وكأن القضية انتهت عند هذا الحد دون أن تفصح عن المعلومات والدلالات والحقائق ونتائج التحقيقات التي أوصلتها إلى ما وصلت إليه وهو ما يجعل الشك حاضرا ويشير بأصابع الاتهام نحو تلك الحركة التي دبرت ونفذت في ليل حالك نظرا للتوقيت والزمان والمكان إذ أن رئيس الوزراء لم يعلن عن زيارته سوى قبل 24 ساعة من الحادثة فكيف يمكن زرع العبوات بعيدا عن أعين حماس التي تسيطر على المنطقة التي وقع فيها الانفجار والتي لا تبعد سوى بضعة مترات عن حجز بيت حنون وكما هو متوقع سلفا فإن حركة حماس فعلت ما فعلته لتبرئ نفسها من الجريمة فبعد يوم واحد من الإعلان عن المتهم تقتله جهارا نهارا فيما تعتقد بذلك أنها تستطيع تغطية الشمس بغربال وإخفاء الحقيقة لتغلق الملف كيف لا وهي التي لها باع طويل في الإغتيال والقتل مثل ما فعلت مسبقا مع كل من أيمن طه ومحمود اشتاوي ويوسف الحدر الذين قتلتهم لمنعهم من إفشاء الأسرار والمعلومات الخطيرة التي يحملونها حول تورط قادة حماس في عمليات قتل وقد تعاملت معهم على أنهم كبش فداء ومنذ اللحظة الأولى للحادثة حاولت حماس التقليل من هول الحدث تارة بحديثها عن انفجار عجلة إحدى المركبات وتارة أخرى بالتعتيم الإعلامي خصوصا في أبواقها الإعلامية وتارة أخرى بإعلانها عن فتح تحقيق بالموضوع فكيف يمكن الإيمان بنزاهة نتائجها وهي المتهمة والقاضي والمحقق ومن يرسم السيناريو ويصيغ المشهد كما يشاء ورغم خطورة ما جرى إلا أن حماس وقادتها حاولوا تقزيم المشهد والتقليل من شأن الحادثة التي كادت أن تودي بأرواح أبرياء جاءوا ليقدموا العون والغوثة والمساعدة لأهل غزة وهو ما يعكس نوايا حماس المبيتة للحكومة أولا وربضها المصالحة وتسليم القطاع للشرعية فرسالة حماس واضحة ثم تما يستهجن إمعان حماس في الصعود على الشجرة للبحث عن سبل النزول عنها لتفلح في الأقوال والحديث عن المصلحة الوطنية وتفشل في الأفعال ووضع العثرات في طريق الصلح لتبقى يافطة تلك الحركة الوهمية المصالحة لكن الحقيقة أن الانفراد في حكم غزة هو الأمر المسيطر فالح نصير فالح تلفزيون فلسطين حذرت القوى والفعاليات الوطنية في القدس من دعوة جماعات الهيكل المزعوم إلى تنظيم مهرجان ضخم في القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى المبارك لتقديم ما يسمى بقرابين عيد الفصح اليهودي وذلك الاثنين المقبل مؤكدة عن رفض هذا العمل التهودي وسعي الاحتلال إلى تحويل الصراع من سياسي إلى ديني تفاصيل أوفا مع كريستين ريناوي جماعة الهيكل المزعوم وعصابات المستوطنين التي تقتحم الأقصى وتعتدي على مكان المسلمين المقدسة باقتحامه يوميا مع ذا الجمعة والسبت الآن تحشد وتدعو إلى تنظيم مهرجان ضخمة في منطقة القصور الأموية جنوب الحرم القدسي الشريف تحت عنوان تدريب قرابين الفصح اليهودية وذلك يوماء الاثنين المقبل تكرار لمحاولات سابقة التي تم عملها حتى محاولات في داخل الحرم القدسي وصحيح أنهم لم ينجحوا لكن بين فترة وفترة هم يحاولون إقامة الأعراض يحاولون إقامة الشعائر في داخل الحرم المطلوب اليوم التحرك المجتمع الدولي حمايتنا حماية أثارنا حماية مقدساتنا لأن الهجم فعلا كبير إن القصور الأموية وكل ما يحيط بالأقصى جزء لا يتجزأ من الأوقاف الإسلامية هذا ما أكدته الأوقاف في بيان أصدرته للتحذير من مغبة هذا العمل التهودي المرفوض الذي ينتهك حرمة المسجد كما طالب البيانة الدول العربية والإسلامية الوقوفة إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يواجه مؤامرات خطيرة للنيل من قضيته منظمة التعاون الإسلامي موقفها واضح هي تعتبر أن كل هذه الإجراءات تعرض عملية السلام إلى الخطر تنهي حل الدولتين وبالتالي هي تدعم خطة الرئيس محمود عباس أبو مازن الذي قدمها في الأمم المتحدة وتدعم كل خطوات القيادة الفلسطينية في المؤسسات الدولية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس تحويل الصراع من سياسي إلى دينية أمر طالما حذر منه الفلسطينيون لإدراكهم عواقب إشعال فتيل الحرب الدينية شاهدين نرفع لحضراتكم أدان العصر حسب التوقيت المحلي في مدينة القدس المحتلة وضواحيها ترجمة نانسي قنقر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول أشهد أن نحن محمد الرسول اشتركوا في القناة عيال الطلالة عيال الفلاح عيال الفلاح عيال الفلاح عيال الفلاح عيال الفلاح الله أكبر عيال الفلاح عيال الفلاح تقبل الله طاعتكم مشاهدين أثار رسم كاريكاتيري نشر في كتاب الجغرافيا في بلجيكا غضب دولة الاحتلال حيث يصور عدم المساواة في توزيع المياه بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية هارون عمايري والمزيد استمرار سيطرة سلطات الاحتلال على 85% من المصادر المائية الفلسطينية وفق إحصائيات سلطة المياه ما زال يشكل العائق الأكبر أمام قطاع المياه في فلسطين واقع المياه في فلسطين نتيجة سياسات الاحتلال في حرمان شعبنا من حقوقه المائية مقابل ما يقدم للمستوطنين المتناعمين بكمية مياه لا حصر لها صوره رسم كاريكاتير بلجيكي صحيفة يدعو تحرنوت العبرية نشرت تقريرا أظهر الكاريكاتير المعتمد في كتاب الجغرافيا في بلجيكا للطلبة البالغ أعمارهم 15 عاما يظهر يهوديا يتمدد في حوض استحمام يفيض بالمياه ويتناقض مع صورة امرأة فلسطينية كبيرة في السن أمامها دلو مياه فارغ والمتحكم في ذلك هو الاحتلال ويبرز الكاريكاتير عدم المساواة في توزيع المياه بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية وكتب عليه تعليقا نقل عن منظمة العفو الدولية أمينستي إسرائيل تحد من وصول المياه إلى الفلسطينيين بينما يستمتع المستوطنون بالمروج الخضراء وبرك السباحة واستشاطت إسرائيل غضبا على نشر الكاريكاتير حيث اعتبرته معاديا للسامية متناسية كل التحريض المنشور عبر كتبها المدرسية ضد الفلسطينيين والعرب هارون عمايري تلفزيون فلسطين في بيت لحم شارك نحو سبعة آلاف متسابق من اثنتين وسبعين دولة في ماراثون فلسطين الدولي بنسخته السادسة والذي جاء تحت عنوان أركضوا للحرية المزيد من التفاصيل مع الأدين العبد سبعة آلاف عداء وعداء شاركوا في ماراثون فلسطين الدولي السادس أركضوا للحرية انطلقوا من ساحة كنيسة المهد مرورا بشوارع المدينة هذا الماراثون هو رسالة قوية من قبل الشعب الفلسطيني إلى العالم كله في أن الشعب الفلسطيني مصير على الحياة مصير أن يمارس حياته مثل شعوب العالم وهو تواقل الحرية وتواقل الخلاص من هذا الاحتلال الجاثم على عرضه والمصادر لكل حقوقه في هذا المكان اللي هو عنوان سلام وبحبة وإخاء الفعاليات الرياضية والمؤسساتية والأمنية استكملت كافة إجراءاتها لتأمين المشاركين في الماراثون الذي يشمل مسافات عدة ابتداء من ثلاثة كيلومترات إلى اثنان واربعين ومئة وخمسة وتسعين كيلومتر لقد تم نشر أكثر من مئة وخمسين ضابط وشرطي مرور في الشارع على مدار خط الماراثون من أجل تأمين خط السير ومنع دخول المركبات إلى خط السير وأيضا تحويل القادمين إلى خط السير إلى خطوط أخرى بديلة حتى يصل المواطن إلى المكان الذي يريد دون أن يتم دخوله إلى خط السير وتعريض العدائين المشاركين في هذا الماراثون إلى الخطر هذا اليوم الجميل نحن من حي شعبنا على هذه المشاركة وعلى هذه المعنويات وعلى هذا الاهتمام اللي بعبر عن مدى انتمائنا لوطننا وارضنا للعام السادس على التوالي نجح المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في تنظيم الماراثون وفقا للمواصفات العالمية وتمرير رسالة وطنية بامتياز في خط سير الماراثون الذي يدمج بين قدسية المكان في كنيسة المهد وظلم الاحتلال في جدار الضم والتوسع ومخيمات اللجوء بجبرين وعيدة ودهشة عنوان الصمود ماراثون فلسطين السادس تحت شعار اركضوا للحرية فرصة جديدة لتعبير الفلسطينيين عن حقوقهم التي كفلتها العراف الدولية وفرصة أخرى للتأكيد على الثوابط وإصرار الشعب الفلسطيني على نيل الحرية والاستقلال على الدين العاب التلفزيون فلسطين بيت لحم فتحت السلطات المصرية بعبر الرفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة في الاتجاهين استثنائيا أمام تنقل المسافرين وعودة المواطنين العالقين إلى غزة وأفد مراسلنا بأن الحافلات التي تقل المسافرين بدأت صباح اليوم المغادرة من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري في اليوم الأول من الفتح الاستثنائي للمعبر والذي يستمر ليومين الجمعة والسبت مشيرا إلى أن شاحنات محملة بمواد غذائية دخلت من المعبر إلى القطاع في تل أبيب فاز عضو الكنيسة تمار زندنبيرغ برئاسة حزب ميرتس اليسري الإسرائيلي بحصوله على 71% من الأصوات فيما حصل منافسها أذيبوس كيلة على 28 من إجمال عدد الأصوات وتعهدت زندنبيرغ أمام منتخبيها بالفوز بعشرة مقاعد خلال الانتخابات الإسرائيلية القادمة بدلا من الستة مقاعد التي يمتلكها الحزب الأن وصبط في الانتخابات نحو 53% من أصحاب حق الاقتراع قتل شخصان على الأقل في عملية احتجاز للرهاء داخل متجر جنوب فرنسا وبحسب الوكالة الفرنسية فإن شخصا قال إنه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي قام باحتجاز رهاء في عملية لا تزال جارية داخل متجر بالقرب من كاركسون جنوب فرنسا وصف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فليب عملية احتجاز الرهاء بالخطيرة قائلا إن الوضع في جنوب البلاد خطير للغاية أقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي هيربرت ماكماستر وعين خلفا له جون بولتون أحد سقور الدفاعي ومبعوث السابق في الأمم المتحدة إبان حكم الرئيس الأسبق جورج دابليو بوش وسيكون بولتون مستشار الأمن القومي الثالث ترامب خلال فترة 14 شهرا من وجوده في الإدارة ويعد واحدا من المؤيدين لاستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية وإيران ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من إقالة وزيرة الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لقي 13 شخصا حتفهم فيما وصيب 12 آخرون جراء حريق اندلع في مبنى بمدينة هوتشي من العاصمة الاقتصادية لفيتنام وفق ما أعلنت عنه سلطة الفيتنامية وقالت الشرطة أن الحريق اندلع في الطبقات السفلة من المبنى قبل أن ينتشر سريعا إلى الطبقات العليا وشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحاتف إلى حالة التقسلان مع الزميلة روز أبو عصب مرحبا روز مرحبا مارك يعطيك العاسية حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا بكم مع تحرك المنخفض الجوي الخمسيني العميق على فلسطين والبلاد المجاورة الذي أثر على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من المتوقع أن يتمركز على البلاد عصر يوم غد السبت وتندفع معه كتلة هوائية باردة تعمل على خفض درجات الحرارة هذه الفوارق الكبيرة في الضغط الجوي والحرارة تعمل على تزايد تركيز الغبار في هذه الساعات من اليوم ويوم غد في المناطق الجنوبية والشرقية وتقل حدتها في باقي المناطق وبالنسبة لدرجات الحرارة حيث ارتفعت بشكل واضح وكبير وتجاوزت حاجزت ثلاثين درجة مئوية في أجزاء واسعة من البلاد ولننتقل وياكم مشاهدين الكرام لدرجات الحرارة العظمى لنهار اليوم ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة 31 رامالله 30 نابلوس 32 جنين وطوباص 34 تول كرم وقلقيلة 35 سلفيت 31 أريحة 36 بيت لحم 31 الخليل 30 وننتقل وياكم الى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة 35 دير البلح 34 خان يونس 35 واخيرا رفح 34 ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن الى العواصم العربية والعالمية وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من الخروج في هذه الأجواء المغبرة والجافة خاصة لمن يعانون من الربو وحساسية العيون ومشاكل في التنفس إلى هنا نصل وياكم مشاهدين الكرام لنهاية نشرتكم الجوية أتمنى لكم يوما موفق في أمان الله والآن عود لك مالك شكرا روز شكرا لك للعنوين مشاهدين سيرات الغضب تعمو محافظات الوطن تنديدا بإعلان ترامب المشؤون موسيقى الكونغرس تشترط وقف مخصصات الأسرى والشهداء لتقديم المساعدات والحكومة تؤكد رفضها الاشتراطات واشنطن موسيقى سبعة ألاف متسابق من الثنتين وسبعين دولة يشاركون في ماراثون فلسطين الدولية السادس موسيقى بهذا نسر مشاهدين إلى ختام نشرة الثالثة نشكركم على طيب المتابعة دمتم بخير وللقاء اشتركوا في القناة